أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة لافتاً إلى ضرورة تدعيم التجارة البينية بين الدول الإفريقية جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية مسمحوا لي أننا في البداية رحب بكم جميعاً السادة الرؤساء الدول والحكومات أهلاً وسهلاً ملاوي وزنبابوي وكل المشاركين في المؤتمر وسمحوا لي أننا أرحب أيضاً بكل الشركات التي شاركت معنا في معرض التجارة والحقيقة كما سمعنا خلال الأحاديث التي تمت اليوم قدقي مهم جداً تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية نتكلم على سوق فيه أكثر من 1.3 من 10 أو 1.4 من 10 مليون إنسان أو مستهلك نتكلم على قدرات اقتصادية هائلة نتكلم على موارد طبيعية ضخمة جداً سواء في كل المجالات لو اتكلمنا في الزراعة لو اتكلمنا في التعدين كل المجالات اللي موجودة لا ينقصنا إلا أن ده يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعاً وطبعاً بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر